رفضت إثيوبيا دعوة الرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لقمة ثلاثية بشأن سد النهضة وأصرت على مفاوضات برعاية الاتحاد الافريقي الرد الإثيوبي الذي قد يأتي في خانة كسب المزيد من الوقت يعيد الأمور في هذه الأزمة إلى تعقيداتها شد الحبال الإثيوبي السوداني لا يقتصر على ملف سد النهضة فالحدود مادة خلافية بين البلدين وقد أكد الجيش السوداني قدرته على حماية جميع الأراضي المستردة على الحدود مع إثيوبيا فإلى أين تتجه الأمور بين الخرطوم وأديس أبابا في ضوء ملفي الحدود وسد النهضة معنا الآن من الخرطوم الخبير الأمني والاستنتيجي في مركز الدراسات الدولية اللواء أمين إسماعيل لواء إسماعيل مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار ملفات ساخنة بين الخرطوم وأديس أبابا كما أشرنا سد النهضة مسألة متعثرة حتى الآن وتواجه طريق مسدود ومسألة الحدود أيضا ليست بالسهولة مع أنه الجيش السوداني يشدد ويؤكد أنه باستطاعته السيطرة على المناطق التي استعادها إلى أين تمضي العلاقات بين البلدين برأيك لواء إسماعيل مساء الخير مرحبا بك وإستاذ المشاهدين حقيقة الآن الملفين ملف سد النهضة وملف الحدود أصبح متطابقين لأنه المنهج واحد في المفاوضات من الجانب الأسوبي منهج يبحث عن شراء الوقت وفرض الأمر الواقع وهذا المنهج يصبح مرفوض دعوة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لرئيس الوزراء الأسيوبي ورئيس الوزراء المصري للاجتماع محاولة للخروج من عقل زجاجة بعد فشل مباحثات كنشاسة هذا الرفض جاء من أبي أحمد هو الرجل يحمل جائزة نوبل للسلام كنا نتوقع منه الحضور والاستماع ومن ثم فتح مسارات أخرى في التفاوض ولكن هو قفل ملف سد النهضة تماما واقترب موعد الملأ الثاني هذا الأمر هو منهج متبع من السيوبيا وهذا يعني تماما وفاة المفاوضات السلمية والآن أصبح هذه الخيارات مفتوحة نحو مجلس الأمن أو نحو الخيارات غير السلمية مع أنه السيد أبي أحمد لواء إسماعيل يعني يصر على أنه افتراض أنه عملية التفاوض قد فشلت يعني مسألة سابقة لأوانها وفي غير محلها كما قال هو يعتبر أن هناك إنجازات يتم تحقيقها من خلال هذه المفاوضات ما رأيك في ذلك؟ هو يتحدث عن العودة إلى رعاية الاتحاد الأفريقي هذا يسمى تجريب المجرب تم تجريب الاتحاد الأفريقي بوساطة جنوب أفريقيا تم تجريب الخبراء في الاتحاد الأفريقي تم تجريب رعاية الكونغو للمباحثات السابقة أنا أعتقد أن ما يتحدث عنه رئيس الوزراء ووزارة الخارجية هو عبارة عن مجاملات وكلمات منمغة نحن رصدنا في مركز الدراسات حوالي 30 تصريح لوزارة الخارجية و14 تصريح لرئيس الوزراء الأسيوبي كلها تتحدث بعبارات التفافية العودة للرعاية البيت الأفريقي العودة الرفضة الرباعية نحن نتبادل المعلومات حددوا منذوبكم كل هذه الأشياء ملاحظة أنها تشتري في الوقت لذلك الدولتين في تقديري وصلتها إلى مفهوم واحد أن أسيوبيا لا تريد أن تفاوت تشتري الوقت وتضع الأمر الواقع لذلك بدأت مصر الآن جولات في أفريقيا السودان خاطب عبر وزارة الخارجية مجلس الأمن بخطاب تم توزيعه على الأعضاء هذه خطوة أولى الخطوة الألقاء بس اسمح لي لواء إسماعيلي الجولات التي تجرى في أفريقيا والوزير سامح شكري يقوم بزيارة عدد من الدول وأيضا هناك جهود سودانية في نفس الإطار ما المأمول من الدول الأفريقية إذا كان الاتحاد الأفريقي مجتمعا لم يتمكن من فعل شيء ما المأمول من هذه الدول في هذه الحالة هذه الجولات لديها غرضين الغرض الأول تنوير هذه الدول بما تم والفشل الذي وصلت إليه المفاوضات مع سوفيا والأمر الثاني التنوير بالخطوات القادمة أي أن كانت نحو مجلس الأمن أو نحو الخيارات غير السلمية لذلك نتوقع وأيضا هناك اتصالات مع الدول التي تملك حق الفيتو في مجلس الأمن لأن الخطوات القادمة قد يصدر بيان من مجلس الأمن بتشكيل لجنة للخبراء لدراسة الأمر وفقا للفصل السادس وهذا أمر يحتاج إلى تأييد من هذه الدول ثم إذا لم تصل هذه اللجنة في الوقت المحدد لها إلى حل يرضي الأطراف السلاسة قد ينتغل مجلس الأمن إلى الفصل السابع وهذا الأمر يحتاج إلى تنوير لذلك جاءت هذه الجولات جاءت هذه المخاطبات لوضع الدول الإفريغية في ما يدور وراء الكواليس والخطوات المستقبلية القادمة طبعا نحن نتحدث عن فترة زمنية آخذة في الانتهاء نتحدث عن حوالي شهرين ونصف أو ثلاثة أشهر في أكثر تقدير قبل أن تبدأ إثيوبيا كما أعلنت بالمرحلة الثانية من البل اليوم كان هناك اقتراح أو طلب من الخارجية الإثيوبية بحسب البيانة الذي صدر اليوم تقول أديس أبابا ترى ضرورة قيام رئيس الاتحاد الإفريقي بالدعوة إلى اجتماع لإنهاء الجمود بشأن مفاوضات سد النهضة يعني محاولة أخرى من أديس أبابا ليه يعني الإبقاء على مضلة الاتحاد الإفريقي هل برأيك يمكن أن تؤدي هذه الدعوة إلى أي نتيجة لا فرغ بينها وبين الدعوة التي تمت في كنشاسة برعاية الكونغو نفس الدعوة نفس الاجتماع وأنا كان لدي التصريح قلت أن هذه المحادثات ولدت ميتة أي دعوة أخرى شبيهة بنفس الدعوة بدون وجود ضمانات أو رعاية من خارج الاتحاد الأفريقي ولو مراغبين يضغطون قليلا على الموقف الأسيوبي هذه الدعوات أسيوبيا هي دولة المقر عندما تدعو مثل هذه الدعوات هي تشتري الوقت هناك مجاملات من الدول الأفريقية لذلك هذه الدعوة شبيهة بما حدث في كنشاسة وستؤدي إلى نفس النتائج وهو الفشل في الوصول إلى أي اتفاق أخيرا لواء إسماعيل إذا بدأت أسيوبيا بالفعل في المرحلة الثانية من حوض السد هل برأيك ستكون كل المساعد الدبلوماسية قد استنفذت وربما يتم النظر في خيارات أخرى اليوم في الخرطوم القائم بالعمال الأمريكي كان في لقاء مع وزيرة الخارجية يبدو أن الدول الكبرى بدأت في الضغط على أسيوبيا سيكون هناك تحرك لحسم هذه الأمور في الوقت الضيق بدلا من الاتجاه إلى الملء الأحادي لا بد من وجود اتفاق ملزم لكن إذا اعتمادت أسيوبيا ستنقل الأمر الست من أمر اقتصادي تنموي إلى أمر سياسي وبالتالي قد يتعقد الأمر بغرار من مجلس الأمن قد يتعقد الأمر بخسران العلاقات مع الدول الكبرى مثل ما أوقف ترامب من قبل المساعدات الاقتصادية لأسيوبيا والآن تم تحريكه عبر إدارة بايدن نوع من الجزرة ولكن إذا أسيوبيا لم تنتبه لهذه الأمور ستجد نفسها محاصرة في قطيعة مع الدول الإغليمية والدول المجاورة ومع الدول الكبرى وهناك أمر اقتصادي مع السودان معلوم التجارة البينية معلوم سيوبيا دورة حبيسة تعتمد على السودان كثيرا فأجيب أن تربط كل هذه الخطوات في تقدير موقف استراتيجي قبل أن تتخذ موقف بالملء من جانب واحد شكرا جزيلا لك اللواء أمين إسماعيل الخبير الأمني والاستراتيجي في مركز الدراسات الدولية كان معنا من الخرطوم شكرا جزيلا